الحالة الاجتماعية؟ يعني فيها مشاكل كده يحيى وكمان هنعرف ايه سبب الخلاف بينهم لكن قبل ما نبدأ الفيديو من فضلك اشترك بالقناة ادعمنا بلايك وتعليق عشان يوصلك كل جديد بعد الجدل اللي انتشر خلال الايام اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي كل الناس كانت بتتكلم عن حقيقة طلاق حارس مرمى مصر محمد ابو جبل وزوجته الجزائرية الاميرة سمارة يحيى محمد ابو جبل كان السبب في انتشار الخلاف ده على السوشيال ميديا لما ظهر في حلقة في برنامج معكم مناشازلي ولما سألته الاعلامية عن حالته الاجتماعية رد وقال فيها مشاكل الكلام ده اخضب زوجته الاميرة سمارة يحيى وردت بتصريحات نارية قالت فيها ان هي كانت فاكراه اسكى من كده بكتير الا اشعل مواقع التواصل الاجتماعي اكتر من كده ان الزوجين الغوا متابعة بعضيهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومسحوا كل الصور اللي كانت بتجمعهم ببعض كل ده والزواج ما استمرش يدوب سنة يعني اقل من سنة علشان كده انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي التساؤلات ايه اللي كان سبب في الخلاف ما بينهم خاصة ان الانظار ابتدت تلتفت اكتر لابو جبل بعد الاداء والتقلق اللي ظهر بيه في نهاية بطولة امم افريقيا مع منتخب مصر واصبح بعديها حديث الساعة في مصر والوطن العربي ابو جبل زي ما قلنا لحضراتكم ما كانش زاكي كفاية في الاجابة على السؤال اللي سألته الاعلامية منشازلة كان يقول اللي متزوج او كان يسكت زي ما سكت في البداية لكن هو رفض التوضيح ما اذا كان متزوج ام انه طلق زوجته واكتفى وقال ان هناك مشكلات طبعا التعليق ده اخضب زوجته سمارة يحية وردت على خاصية الاستوري في حسابها في انستجرام وقالت انا قفلت الموضوع ده وقزمت غز في قلبي لانه اول حاجة موضوع شخصي تاني حاجة اني انا مش من النوع اللي بيستغل المشاكل عشان يطلع تيرند وتالت حاجة احتراما لعيلته وعيلتك يا ابو جبل للاسف ابو جبل كان تفكيره غير تفكيري توقعت منه اجابة اسكى لما تساءل السؤال ده وطريقه احسن من الطريقة دي وقالت يحية اني مفيش قناة او صحيفة الاو كانت عايزة تتواصل معايا علشان اعلق على الخبر لكن انا اخترت السكوت لان البيوت اسرار الحمد لله انا عند الوعي الكافي والمسئولية الكافية علشان ما تكلمش في الموضوع ده علشان ينتهي بالطريقة اللي ربنا شايف فيها الخير لينا لكن بما ان الموضوع خد اكبر من حجمه وازاني انا واللي بيحبوني فانا عايزة اطلب منكم حاجة فضلا وليس امرا وانا اختكم اقفلوا الموضوع ده النهاردة واسيبوا الخلق للخالق في كتير من الكلام جوايا وعايزة رد عليه على التصريحات والاشعات الكاذبة والناس اللي استغلت الموقف وازتني لكن هيأتي الوقت المناسب علشان اتكلم فيه خلوا في بالكم حاجة ان انا جزائرية حرة والجزائر عمرها ما تسقط الحمد لله واختتمت يحيا تصريحها بالتأكيد على ان كتير من الاشخاص تخلوا عنها في محنتها وقالت لا فرح يدوم ولا حزن يدوم وتلك الايام ندولها بين الناس طبعا ما احترامنا الكبير لكل شعب الجزائر الشقيق لكن دي مسائل شخصية ما ينفحش ندخل فيها البلاد وطول عمر الجزائر ومصر شعب واحد وبلد واحد والامة العربية كلها مش الجزائر ومصر بس ان شاء الله ربنا يحفظ الجزائر ويحفظ مصر من كل مكروه سمارة يحيى زوجة ابو جبل ليه تسحب منها لقب ملك الجمال العرب سمارة يحيى زوجة حارس مرمى منتخب مصر محمد ابو جبل اسارت الساعات اللي فاتت الكثير من الجدل بعلاقتها بزوجها بعد كأس الامم الافريقية الاخيرة خصوصا ان هي مدعمتوش بعد تألقه الكبير في البطولة ولفته للانظار مع تدول الكثير من الاخبار حول علاقة سمارة بزوجها هنعرض لكم بعض المعلومات عن سمارة يحيى سمارة يحيى تزواجت سمارة من محمد ابو جبل في ابريل نيسان عام 2021 حفل الزواج اقتصر على عائلتي العروسين بسبب انتشار فيروس كورونا سمارة يحيى او الاميرة سمارة زي ما مكتوب على حسابها في انستجرام حاصلة على اجازة في التسويق والتجارة وتابعت دراستها في انجلترا واستكملت دراستها في الولايات المتحدة الامريكية ودرست فينون الاتصالات حصلت على لقب ملك الجمال العرب عام 2019 بعد ما حصلت على اللقب بدأت رحلتها في عالم الموضة والجمال بتشجيع من شقيقتها وعملت منتجات تجميل باسمها سمارة قامت بمشاريع انسانية تتعلق بزوء الاحتياجات الخاصة والايتام وعملت جمعية خيرية بتهتم بالرياضيين في مصر وسمارة بتحب التصوير على الرغم من حصولها على لقب ملك الجمال العرب عام 2019 لكن تسحب منها اللقب في 2020 قناة النهارة الجزائرية قالت ان سبب سحب اللقب من الاميرة سمارة بسبب خروقات كثيرة حصلت منها وقالت ان هدف المسابقة هو خيري وليس تجاري وان الاميرة سمارة يحيى اخلت بالعقد الموقع مع اللجنة المنظمة للمسابقة وتم منح اللقب للوصيفة الاولى في ريال حمامة وقالت انها رفضت القرار ولا تعتبر نفسها ملك الجمال العرب علاقة سمارة يحيى بزوجها محمد ابو جبل او جابسكي اثارت الكثير من الجدل بعد ما قام كل منهما بالغاء متابعة الاخر على انستجرام وخصوصا ان سمارة مدعمتش زوجها ابو جبل خلال بطولة كأس الامم الافريقية الاخيرة اللي وصل فيها المنتخب المصري للمباراة النهائية واخسرها امام منتخب السنغال بركلة الترجيح البطولة شاهدت تألق كبير لحارس نادي الزمالك والمنتخب المصري محمد ابو جبل لما الاعلامية منشز لي سألته اسمك ايه؟ محمد قطب ابو جبل علي لعب كرة قدم مصري وحارس مرمى المنتخب المصري ونادي الزمالك وكان بيلعب في السابق في نادي سموحة في الاسكندرية بيحب من المطربين الفنانين محمد منير وعمر دياب ومحمد حمائي وبهاء سلطان وبيحب الغناء وخاصة الشعبي ولما سألوه المشاهدين اتولدت فين يا ابو جبل علشان يتعرفوا على جنسيته والمحافظة اللي اتولد فيها قال انه اتولد في محافظة اسيوت في صعيد مصر من عائلة ابو جبل اتولد في 29 يناير عام 1989 عمره 33 سنة طول محمد ابو جبل 196 سنتيمتر على حسب التصريحات اللي قالها في برنامج معكم منشازلي محمد ابو جبل حارس مرمى نادي الزمالك قال عن فرص احترافه بعيدا عن الدور المصري بعد المستوى المميز اللي ظهر به في بطولة كأس الامم الافريقية 2021 قالت صحيفة الرياضية السعودية ان محمد ابو جبل اسمه ما كانش معروف بر مصر لكن الفرصة اللي اتيحت ليه في بطولة الامم الافريقية استغلها بشكل امسل وقدم مستويات كبيرة مع المنتخب وقاد فريقه للنهائي بعد تصديه لقرات خطيرة وتميزه في ركلات الجزاء وقالت الصحيفة ان ابو جبل لفت انظار العالم وصانع تاريخ ومجد كبير لنفسه علشان يصبح واحد من افضل الحراس في القرى السمراء واكد على رغبته في قوض تجربة جديدة خارج مصر خاصة وانه سيصبح لعب حر بعد ستة اشهر فقط الاعلامي مهيب عبدالهادي كشف عن تفاصيل الجلسة اللي جمعت مسؤولي النادي الاهلي مع محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بلاد الزمالك والمنتخب الوطني علشان يتعقدوا معاه في المريكات الصيفي المقبل وقال مهيب عبدالهادي عندي معلومات مؤكدة ان جلسة جمعت مسؤولي النادي الاهلي مع محمد ابو جبل قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية للكاميرون 2021 علشان يتعقدوا معاه في صفقة انتقال حر وقال ان مفاوضات الاهلي مع ابو جبل شرعية لان الحارس يحق له التوقيع لاي نادي في الفترة اللي جاية وقال ان ابو جبل ما حسمش حتى الان قراره علشان يجدد عقده مع الزمالك هو عايز 15 مليون جنيه في الموسم وبعض المصادر وضحت ان سبب انفصال ابو جبل عن زوجته سامارة يحيى هو الاختلاف في الثقافة والفكر بسبب ملابس زوجة ابو جبل وخاصة ان ابو جبل من بيئة صعيدية ولها عدات تقاليد خاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر